أنا أرى مهند علي من اللعيبة التي كسبناهم في دورينا في الدور الالكتوري و لاعب مميز و قدم الكثير للكره العراقية و لمنتخب بلاده و ما زال عنده الكثير و مؤمنين بقدرات هذا اللاعب إن شاء الله قادر أنه ينسجم مع فريقه و زملائه في نادي تحيل و نحن عارفين أنه يحتاج وقت عساس أنه يدخل في الأجواء و رح نشوفه ممكن حتى من هدافين دورينا و لكن عبد الله هو اللي يختار و عبد الله هو اللي يتحمح نحن نقول مثلا رأي صواب يحتمل الخطأ و رأي غير خطأ يحتمل الصواب قد نختلف و قد نتفق معه و لكن نتفق كلنا أنه لو لا نجومية مهند علي ما كان موجود عندنا في الدوري الكتوري ولا جاه من ضمن الفرق الكبير عندنا في قطر لي و فريق نادي تحيل فأنا كان ودي أنه مثلا توصل لفكرة حق مهند لأن مهند بعد طلع في الإعلام العراقي و تكلم أنه هو تفاجأ من هذا الاختيار مع كل اعتزازنا و احترامنا و تقديرنا حق مهند لابد أن مهند يعرف النظام اللي هو مش هو أسوأ لاعب في تاريخ الدوري الكتوري مش هو أسوأ لاعب في الدوري الكتوري هذا ما هو تم اختياره من قبل عبد الله كأسوأ لاعب في جولة واحدة يعني في الجولة اللي طافت أنه ما قدم شيء و هذا رأي شخص واحد و ليس رأي جماعة و رأينا عندنا دائما نقول أو المجلس عندنا أو قناة الكاس لا تتحمل أبدا رأي الآخرين يعني ولا حتى تتبنى رأي الآخرين و إنما رأي المحلل أو الناقض عندنا رأيه هو شخصيا هذا هو أوجب التوضيح و التنبيه للجميع من يتابع أو يحب مهند ممكن على المكان ممكن على المكان